قبلت هذه الدعوة الكريمة وكان عندهم النهاردة موعد مع المتشار النائب العام وانتظرتهم لما خرجوا الموعد وأطلعوني على التأرير ومحتواه التأرير وتناقشنا في نقطة كتير قانونية وإيه اللي وضع المنتظر وإيه اللي حييجي إن شاء الله وفقا للتأرير وكان ليه بعض التعقبات وبعض الملاشات مع أستاذ محسن وأستاذ محمد وتناقشنا واتفقنا على أنه الموضوع محتاج بعض اللمسات الأخيرة وفي أدلة جديدة لازم تتحط كمان وده وصلنا لإيه وصلنا لإيه إن إحنا فكرنا جدية وده هيبقى بكرة إن شاء الله وده أول انفراد إنه لجنة تقاصل حقائق حتتقدم بطلب للنائب العام إنه ما يستمرش في طلب المحكمة أو إنه ياخذ طريق جديد وهو من حقه إنه هو يكلف نيابة الصورة وده كان مقصد لجنة تقاصل حقائق إنه يكلف نيابة الصورة لشكلات مؤخرا بإنه هي اللي تجري التحقيقات في هذه الأدلة والمسردات الجديدة بعيدا عن المحكمة بعيدا عن المحكمة بما يعني بما يعني إنه لما أنا نقشتهم واتضح لي وده تاني حاجة هنقولها إنه 80% من ما جاء بتأرير هذه اللجنة عرض على المحكمة سابقة ثانية واحدة 80% من تقرير لجنة تقاصل حقائق قد تم عرضه من خلال الأدلة والبراهين أمام المحكمة مزبوط حتى الأشخاص بالإسم اللي شمالهم التقرير على إنه هم متهمين جدد أعرضوا على المحكمة مفهومش جديد مفهومش جديد يعني أنا بتكلم على الأمنيين منهم اللهم الضباط منهم لأنه التقرير شمال أشخاص مدنيين وأشخاص يتعلقوا بجهاز الشرطة جويس فكان أتنين على مستوى رفيع في جهاز الشرطة هم شمالهم هذا التقرير وهم من قولهم في البرنامج هو الأول منهم هو العقيد محمد خالد النملم وده وكيل إدارة البحث الجنائي في مدرية أمن برسعيد وده لي نوا معه وقفة لأنه ده لي قصة في القضية كبيرة جدا ومستهدف أن نخش القضية يعني حتى وأنا بتكلم أعضاء لك في قصة الحقائق النهاردة قلت لهم أنه من المستهدف أن أنتم كنتوا تحطوا الراجل ده في القضية لأن ده لي دور معين وهنرجع له الشخص الآخر وهو ضابط بإدارة العلاقات العامة في مدرية أمن برسعيد في وقت الحادث هو العميد أشرف محمد سالم وده بالفعل أهالي الشهداء لما شافهوا في المحكمة وجه في جلسة 26 تحديدا المحكمة استدعته على أنه شاهد نفي شاهد نفي يعني بينفي أن الدخلية متورطة آه بينفي أن الدخلية متورطة آه فلما استمعت لي المحكمة كشاهد نفي فجئنا من أقواله بأنه أول حاجة هو الضابط المسؤول عن تأمين جماهير النادي الأهلي فوق الممر فوق الممر فوق الممر قبل انتهاءها بـ 20 دقيقة انصرف آه وده وفقا للتحيات وهذا الأمر كان أمام عدلة المحكمة وأنا فاكر اليوم ده كويس أنه ضجت المحكمة كلها بالاتهام وأهل الشهداء صرخوا لأنهم شافوا وأنا شخصيا وقفت على نصة المحكمة وأشرت بأن هذا هو من أحد القطرة الحقيقيين وده ضمن الناس المحبوسين لا ده جديد ده ده تاني واحد في الجداد اللي مقدماهم لجنة تقسل آه ولذلك أنا أقول له حياتك 80% آه يعني لما نقول أنه هو ده جيل محكمة في 26-26 وأيضا محمد خالد ننم جيل محكمة في شهر مايو في بداية القضية ده تسأل وده تسأل وسين وجيم والمحكمة غطت وضعهم بالكامل وتعامل معهم وآخرين منهم ضباط شرطة برضو وتحقيق إداري في وزارة الداخلية في حينه وانتهى إلى جزائهم جزاء إداري فده اللي اجتمل عليه أو اللي اشتغل عليه تقرير لجنة تقسل حقائق طيب لجنة تقسل حقائق حطت الإسمين دولة وأسندت لهم اتهامات وأسندت لهم اتهامات اتهامات وحضرتك قلت أنه سألوا في هذه الاتهامات من قبل المحكمة بما يعني أن سؤالهم هو تكرار لنفس الموقف آه طبعا ومن ثم لا يمكن هيتسئلوا خلاص طيب 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 في النقطة بقى في النقطة دي خالد نملم بالنسبة لنا عمود القضية هو الضبط مجرد تحريات يا كابتن بيتحان هو الضبط الذي قام بالقبض يبقى الرجل اللي لجنة تقسل حقائق بتقول أنه هو متهم أصلي في التقرير الجديد هو اللي أجرى التحريات اللي جابت المتهمين اللي عندنا في القفص يعني ده تناقض إذن لما أنا جيبه متهم بأسقط القضية بالكامل بأسقط القضية بالكامل عمود التحريات اللي البنى عليها المتهمين الموجودين في القفص الاتهم القبض اللي قام بيه ده قابض لوحده على خمسين متهم هذا الضبط قابض بناء يعني كان رئيس فرقة قبض يعني كلفة وافراد بحث جنائي تحت إمراته أنه هو يقبض وأول على أكتر من خمسين متهم والكلام ده مثبت والكلام ده في الأوراق القضية اللي هي جيبه فأوراق القضية أن أقامل عقيد فلان فلاني بقبض على كذا وكذا وكذا بناء على تعليمات أن يام العام ولجنة تقصر حقائق مقدمها لأنه هو متهم مظبوط وإيه ده الاتهام الموجه إليه الاتهام الموجه إليه أنه كان من يعلم بالأحداث ومشارك فيها وإنه قام بالاتفاق ودي مفاجأة بقى خطيرة بمفجرة الأول مرة تحصل وده شمل ولا تقصر حقائق أنا عايز الناس كلها تسمع الجزئية دي لأنها خطيرة جدا اتهم بأنه قام بالاتفاق مع بعض ضباط الداخلية بالقاهرة اللي كانوا متواجدين في مطش كيمة أسوان الشهير اللي حصلت للمشاجرة المعروفة بين جمهير الألترس وبين ضباط الأمنة واستدعاهم للمباراة استدعى مين؟ استدعى هؤلاء القيادات وبعض المجندين للمباراة للمباراة تعبور سعيد؟ تعبور سعيد سفر بور سعيد يوم المباراة؟ ولجنة تقصر حقائق حطت قدام الجزئية دي ألف علامة استفهان هو يملك إذنه عشان يستدعيه ما هو قوات تأمين بس هو ظابت عادي هو ردبته إعقيد هو وكيل البحث الجناعي في مباراة المباراة ما هو لجنة تقاصر حقائق بتقول إن إحنا رصدنا اتصالات ما هو مقادمين المحكمة تفحص المحكمة تفحص والنيابة تفحص وإنت شايف في التقرير يعني أنه يحط اسم هذا العقيد أنت وجهة نظري كمحاملين وجهة نظري الشخصية إنه أنا يمكن قلنا كتير قوي حتى قلنا في المنامجة حددك إنه في السياسيين بيتلعب وبيحاولوا التلعب بالقضية ويمكن أنا لسه كنا بتتكلم في مسألة الناس اللي تركب الموجة واللي بيجوا هنا مع شباب ألترس أهلاوي يولعوا الدنيا ويروحوا هناك مع الجنين إيجلز بورساني دي ولعوا الدنيا فدول الأغراض سياسية عملوا دافع معين في طريق لجنة تقاصر حقائق كده إذا قوم بطريقة معينة إنه هما يدخلوا ده متهم ليه؟ عشان تسقط القضية فيخرج المتهمين من القفص أهل أنت كمحامي شايف إن أمر زي ده إنه ظابط عشان الناس يبقى فهم أنا بتابع مع الناس محمد بيه واحدة واحدة عشان هما يفهمون أنا كلام قانوني يعني حضرتك بتقول إنه في لجنة تقاصر حقائق بتحط إسم عقيد فلان الفلان ووفقاً للجنة تقاصر حقائق بتوجه إليه اتهام بإنه هو ساهم في قتل شهداء وواقع الأمر ووفقاً لحضرتك إنه هذا الرجل قام لوحده بالأبض على أكتر من خمسين من المتهمين مزبوط ووجهت نظر حضرتك إنه السياسيين بتعبر سعيد زقوا بشكل وباخر لجنة تقاصر حقائق لوضع اسم هذا الرجل علشان يحاولوا إنه هما يسقطوا القضية يعني إيه يسقطوا القضية يعني أنا النهاردة لما يكون عندي قائمة أدلة السبوت فيها نمر واحد التحريات بتاعت الرجل ده القضية المنظورة اللي فيها المتهمين 73 موجودين نمر واحد في قائمة أدلة السبوت مع شهود الإثبات وما إلى ذلك تحريات البحث الجنائي اللي أثبت التورد وفلان مثلا وفلان واتقبض معه كذا مبني على خالد نمني فلما يبقى الرجل ده متهم قدام القاضي الجليل الأدلة المتقدمة بتقوله إنه هو متاح يحصل هنا إيه خلل خلل طيب حامشي مع الكلام الجديد ده اللي بقوله إنه متهم وحق فيه وأسقط إنه هو مجرد تحريات وهو مجرد قبل ما هنا بقى فيه خصومة ما متهم زيه زيه يبقى القبض ده كله مش مظبوط يبقى إحنا كده بنعيد الموضوع للمربع صفر طيب في تقرير لجنة تقصر حقاق استندوا على إيه في اتهمهم للعقيد خالد نمني استندوا على إنه في بعض النقاط أولها في بعض اتصالات جارت بينه وبين بعض ضباط دغليزة ما قلت الحدوثك اللي هم الأمن المركزي اللي كانوا هنا وكلف بعض الناس إنه هم يجيبوا بعض الشباب أو مسجلين الخطر في تراك الملعب بمتحت مسمى اللجان الشعبية صحب فكرة إنه تعالوا نعمل لجان الشعبية هنا ونحط الشباب تحمي وتمنع فبصنا لقينا في خمسين مسجل خطر مدرك جنائيا وده مش كلام ده من وقع أوراق القضية أنا عندي في القفص حوالي عشرين مسجل خطر كانوا موجودين في تراك الملعب وهو صحب فكرة اللجان الشعبية وهو اللي أثناء الاجتماع الأمني قبل المباراة لما طلب الأمن المركزي طلب إنه يجيب كلاب بوليسي قبل المباراة الكلام ده كبتماسي الأمن المركزي طلب إنه يجيب كلاب بوليسي تتحط على البوابات عشان مسألة التأمين فرفض وقال ده بتوحق الإنسان هيعملوا مشاكل معنا وجاب شهود وجابوا شهود على إنه قال كده فعلا أه جابوا شهود على إنه قال كده من برسعيد لأنه ما نزلوا برسعيد وسألوا ناس وراحوا كرة مختلفة وبتاع وفي مفاجأة كبيرة قوي في موضوع لجنة تقاصل حقائق أنا عندي لجنة تقاصل حقائق توصلت إلى متهم هارب وتكلمت معاه يعني أنا لما أبقى في لجنة تقاصل حقائق وتوصل لمتهم هارب والدولة مش عارفة تجيبه ده لغز كبير جدا وبيأكد لي عضو اللجنة أستاذ محسن بهناسي إنه تكلم معاه وإنه أزعل بعض الأخبار إنه في بعض رجال الأعمال في برسعيد كانوا من الضلعين في هذه المجزرة تصفية لحسابات بينهم وبين ألترس الأهلاوي من السنة اللي قابلها لو تتذكر حضرتك إنه السنة اللي قابلها حصل كان فيه موضوع المحطة ولما نزلوا الشباب وحصل تكسير وهجوم وكذا صحيح فمرصودين من ساعتها بيتوا النية بيتوا النية وأعدوا لهم